السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين اي رابطكم بخير طبعا النهاردة اول فيديو دي على القناة ان شاء الله تستفادوا منو لو بمعلومة صغيرة بس اقدرا فيدكم وان شاء الله تستفادوا منو طبعا النهاردة الادوات بتاعتنا المتدقين بيستخدموها في الرسم ايه ده المتدقين مش للان شاء الله لما فيديو كمان يعني الناس المحترفة تمام اعمل لكم مفيش مشكلة بس ده الفيديو ده لناس المبتدئة اللي لسه هتتعلم الرسم او بتتعلم الرسم يبقى الفيديو ده مهم جدا لها تمام اول حاجة كده الرصاص خامات الرصاص طبعا فيها نوع كتيرة جدا للرصاص انا بستعمل نوع فيبركاسل طبعا ده نوع كويس جدا 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 يعني طبعا فيه يعني ده كويس تمام فيه نوع تاني فيه نوع تاني اللي هو ده النوع ده حلو جدا وفيه كمان نوع تاني اسم استدلر هو نوع استدلر والنوع ده يعني مش هو 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 بيديك نفس النتيجة وده كمان يعني ده احلى شوية هو الاستدلر الاستدلر كويسين جدا تمام بس ده غالي ده القلم عامل 10 جنيه النبه ده من النوع ده اهو النوع ده اللي هو فيبركاسل ده عامل القلم خمسة جنيه تمام؟ طبعا فيه درجة كتيرة من الإقلام يعني القلم الرصاص مش درجة واحدة القلم الرصاص فيه HB بيبقى مكتوب من هنا كده على العلبة اهو هنا اهو HB وفيه من درجة يعني فيه من درجة F لحد درجة B12 او 13 يعني فيه درجة كتير جدا بس طبعا درجة F ده و HB ده اخف درجة وده اللي انا برسم بيهم تمام؟ انما فيه يعني مثلا الدرجات التقيلة دي بتبقى عايزة حاجات مثلا يعني ايه اللي هو انما اللي هو الدرجات التقيلة زي مثلا B12 او B12 ان شاء الله انا اعرفها في فيديو هنتكلم فيه عن الرصاص لوحده وان شاء الله هيكون يعني بالتفصيل لان الفيديو ده مش اكتب ده معملي الادوات بس تمام؟ فطبعا الفيبر كاسل يعني كويس طبعا يعني هم في اللي نقدر عليه اللي هو الفيبر كاسل انما ده اللي هو ده اللي ستدلر او النوع ده فهم غاليين فانت قادر بتجيب ده هيتو لو مش قادر خاص يبقى ده اللي هو الفيبر كاسل تمام؟ ها هو النوع بتاعه ها مش عارفة يبين في الكاميرا ولا لا بس هوا استدلر تمام؟ فيه طبعا فيه علب وده النوع ده هو حلو بس يعني اللي هو مش حلو اه مش عارفة اسمه ايه بس هوا كويس برده بس طبعا ما يعالاش عن الفيبر كاسل والاستدل تمام؟ بس هو كويس هوا اصفر في اسود كده والسنة عارفة لان ده درجة اتش بي اهو ده اتش بي اتش بي تمام؟ ما الذي يجب لديهم عيب الرصاص اللي بتبقى فيها كاسد درجة فيها كامة الناس اثنين تشاهدون الفرق بين السن الألم ده و السن الألم ده تشاهدون الفرق بين السن ده و السن ده طبعا السن ده درجة 2H درجة خفيفة جدا على فكرة إنما الدرجة دي 8B 8 طبعا دقيلة جدا تشاهدون السن أو أيبان من السن كمان حتى لو الرقم ممسوح أنا عرفه من السن طبعا إن شاء الله درجة الرصاص دي هنتكلم عليها في الفيديو الجاي إن شاء الله نيجي بقى لإقلام الفحم إقلام الفحم هي طبعا أي حد مبتدي ما يستعملش ألم فحم خالص لأنه إقلام الفحم في البداية مش كويس نتعلم الأول نرسم الرصاص بعد كده ألوان بعد كده بقى نتعلم بالفحم والجاف والحاجات دي كلها إنما يعني ما ينفعش إن أنا أول ما يبدأ كده نرجي بين الألم فحم نرسم بيه وده طبعا ماركة فيبركاسي يعني أنا كل حاجات اللي بيستعملها ماركة فيبركاسي لأنها فعلا درجة يعني هي ماركة كويسة جدا وهتديك حاجة كويسة هتديك حاجة برضو حلوة مش وحشة إنما لو أنت قدر طبعا نوراني تجيب اللي هو ماركة الاستدلا وعلى يا تاني 읽er ينسوا جدا أيضا هذا أنت قلم فحم والألم الفحم وليس ليس بيري بالبرايا ف når الألم الفحم بيري بالبرى الألم الفحم بيري بالكتر لا وأنتم دائما الآن دا سعر هو سعتبر آخر دا أوة فهو غالي نجي لإقلام التحبير لإقلام الحبر إقلام الحبر في المركة وفي المركة وفي المركة هذا أحسن لأن الألم الحبر من كل مكان الخط رفيع كل مكان أحسن لأن الألم الحبر نستقدم نقوم بإشارة الرموش الشعر الحواجب يريد أن ألم يكون سنور رفيع ويجعلنا نفس كثفة الشعر يجعلنا وقعية أكثر ممكن أن ينفع بالرصاص ممكن أن ينفع ولكن الألم اللي نستخدمه في الرصاص كويس واضح وخفيف يعني أنا أفضل لأن الألم عندما نرسم رموش أو حواجب شعر لا ينفع أن نرسم الحواجب بالألم هذا أول رموش برد هذا كم ملي هذا 3 ملي تمام وده يبقى مكتوب عليه تقريبا أعرف مكتوب علي بصراحة خمسة ملي طبعا لو جاء نشوف ده نشوف ده رفع من مش عارف هيكون باين ولا لا بس هو أكيد يعني باين ده ده سين نطخين فطبعا ده يكون أحسن في الحواجب بكتير الحواجب ورموشن تمام ننجي بقى للألوان الألوان أنا بستعمل الألوان في بركسل برضو لأنها هي ألوان كتير في أنواع يعني في أنواع ألوان كتيرة جدا في بريزما البرزما دي غالية جدا البرزما بتبقى العلبة فيها كام 75 لون تقريبا ب 1500 جنيه طبعا ما ينفعش حد مفتدي يروح يجيب العلبة الألوان في بريزما وفيه طبعا يعني البرزما سعرها غالي جدا هي بتديجي يأخذ نتيجة نتيجة محترمة يعني إرفع ألوان بشرة كتير بتدهو كعية أكتر بنستخدمه في الرسم بتاع البورتري بس رسم الأشخاص إنما رسم مناظر طبيعية وطبيعة صامتة والحاجات دي يعني نستعمل في الفيبر كاسل هكتكون حلوة تمام دي 24 لون تعريبا يعني أنا جايبها بصراحة أنا جايبها بسعر جملة جايبها 55 جنيه إنما هي ممكن تكون بمئة وشوية ممكن يعني حسب المكان اللي هم نجيبه منها تمام دي كويسة وفيه الفيبر كاسل دي الون الفيبر كاسل العادية تمام إنما فيه فيبر كاسل مائية والفيبر كاسل المائية احسن من الوان دي احسن منها بالطبع يعني أنا مجربتش بصراحة المائية بسيح احلى الالوان المائية في فيرفيبر كاسل أحسن من الالوان الخشبية العادية تمام تمام طبعا نستخدم البرجل علشان قطر في الرسمات المناظر الطبيعية ساعتها نستخدم ونيجي بتاقي للاساتيك طبعا احنا كلنا يعني دي أستيك عادية خالص دي أستيك عادية خالص انا بستعمل الاستيكا دي فيبر كاسل بردو السودا دي دي استيكا عدية دي بقى دي استيكا فيبر كاسل بس استيكة فاحم دي بتمسح الفاحم دي بتمسح القلم ده ومش الفاحم بقس لا بتمسح القلم والرصاص بردو بس هي حلوة هي عامة زي اللي بانك سواء انا افتحها معاكم شوفوا يعني ايه عامة زي عنجلت السلصال كده ونقدر نشكلها زي ما احنا عايزين طبعا بتبقى متغلفة كده متغلفة وبردو فيه هنا كده بتبقى متغلفتين الجوة علشان خاطر احنا قلنا ان ايه عاملة زي اللي بانك يعني ايه عاملة زي عنجلت السلصال زي اللي بانك بتبقى كده سايفين طريقة جدا و بتطقطع دي بتمسح الفاحم ونقدر نشكلها زي ما احنا عايزين ممكن نشكلها يعني لو نمسح مثلا حاجات دكاقة جدا هنشكلها كده ونمسح او ممكن نعملها اكبر تمام بس فيها يعني استيكها حلوة بقى مش وحشة تمام نجيب بقى البرايات البرايات من نجيبش براية بلاستيك نجيب براية الحديد براية الحديد ديت يعني حلوة في براية تانية في براية مكتب تبقى كبيرة كده بس انا بصراحة مجربتوش بس ايها حلو براية المكتب ديت تبقى كويسة برا بس احنا يعني على قدينا نجيب البراية دي البراية حديدة يجيب براية حديدة حلوة مركة روكو بس انا اش عارفها تبقى او لا مركة روكو طبعا بقى لها معا كتير بقى لها حوالي سنتين او اكتر كمان نجيب بقى لدي دي عدان الكوتن اللي هي الودانة دي عرضه بردمج بها الرصاص لها منيجي نرسم بالرصاص بنسيح بها الرصاص في ايلام دمج بس انا بصراحة هي مش متوفرة عندي هنا ف ان شاء الله ان شاء الله حاول اجيبها وملكم فيديو عنها برده او مرسا يعني اكون برسم رسمة و اقولكو ان دي ايلام الدمج اللي انا قلت علىها في الفيديو ده بس لو مش موجودة الام الدمج انا نستخدم الودانة او عدد القطن وعود الكطن لما نجيبه لا نجيبوش فيه هنا البتاع ده بيكون مش بلاستيك ده بلاستيك هوا إنما فيك تاني فيه نوع تاني يبقى خشب بيبقى خشب فده بصراحة مش حلو وده ده أحلى العود بتاعي يكون بلاستيك نجي بقى للسكتشات طبعا احنا عارفين كلنا كرسات الرسم دي النعمة دي اللي ورقتها بتبقى بتلمى طبعا انا كده كلنا عارفان في منها الصغير وفي منها الكبير طبعا دي دي مع الرسم مش حلو مش هتدينا نفس الواقعية اللي بتبقى في الرسومات هتدينا نفس يعني إنما أنا بستعمل دول السكتش كانسون تمام؟ أنا بستعمل السكتش كانسون اهو كانسون مية وخمسين جرام مقاس خمسة وعشرين في خمسة وعشرين في خمسة وعشرين مية وخمسين جرام ده اللي أنا بستعمله فيه فيه انواع تانية من السكتشات بتاعت الرسم بس فيه كانسون فيه في بريانو فيه حيات كتير بس هو كانسون يعني على قدنا كانسون ده بتقريبا بعشرين جنيه بعشرين جنيه السكتش بعشرين جنيه بيكون فيه اتناشر ورقة مية وخمسين جرام ما نجيبش حاجة تانية لان لو اكتر فيه مية وثمانين جرام من فيه واربعين جرام بس مش حلو المية وخمسين جرام احلى انه جيبة منهم اتنين تمام؟ و بس كده خلاص احنا عصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك ولو كنتوا مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة هايزارلكو كده جرس دوسوا عليه هايزارلكو تدات اختيارات دوسوا على الكل ويبقى انتو كده كل انا منازل فيديو جديد هيجيلكو اشعارة الموبايل و كمان بس كده خلاص يلا بعشكم الفيديو الجاي مع السلامة